هنا بمنطقة ولاد العربي في جيجل بالضبط بأعالي دوار بولغرون مسقط المجاهد الفاذ مسعود بوعلي أحد مفجرية الثورة بالمنطقة لا تزال هذه المعالم التاريخية الشاهدة على مدى وحشية وهمجية المستعمرة الفرنسية كان واحد السيد يقول له بوم عيزة محمود حكمه وعلكه التماني علكوه في العلو وحركوه بالنار حتى كما وقلوه ان خلصت منه النار وطاح الساعة من الكرفل حكموه العسكر هو هرب وحد الاسليحة نساع عسكري ضرب عسكري وهرب له بالاسليحة نساعه كنت حاضر شاهدا؟ كنت حاضر شوب بعينية كيكتلوه كي حكموه وحكموه جابوه لواحد الحانوت الفوك كي ما طلعتي القريطة هذيك الفوك كان الحانوت الثماء حكموه جابوه صمروا له يديه بالبروش بالمصمر هذيك الكبير صمروا هكذا والعسكر يتكيف الدخان هكي ويطفلوه في عينه حتى مات مراكز للمراقبة والتعذيب الفرنسي تقابله مغارات منتشرة هنا وهناك وسط الأحراش تعرف بالبوباي كانت عبارة عن ملجأ يختبئ بداخلها الأطفال النساء وشيوخ من القصف ورصاص المستعمرة هذه المغارة كما يقولوا تعاونوا للمجاهدين تعال منطقة دوار ولاد عربي بالضبط منطقة بولكرون المغارة يقولوا لها كما تعبكري يقولوا مغارة بوباني تعاونوا بها المجاهدين خدموها تعاونوا من بعد داروها لأساس كي تجي طيارة تعال عدو كي تجي بها تدير الأخرى تلقى عليهم كما يقولوا بومباردي يهربون ساولوا معالم تاريخية تبقى للأجيال تظهر مدى وحشية المستعمر الفرنسي الغاش من جهة وتضحيات أبطال الجزائر عشية الاحتفال بذكرى أول نوفمبر المباركة